بعد ستة أشهر بلا زوار أجانب باتت بوكيت جوهرت تايلند أشبه بمدينة أشباح وتعد بوكيت ثاني وجهة سياحية في تايلند بعد بانكوك وهي استقبلت أكثر من تسعة ملايين زائر العام الماضي أما اليوم فبات السواد الأعظم من فنادقها المقدرة بحوالى ثلاثة آلاف مغلق نعرف أننا نعتمد كثيرا على السياحة الدولية ونحاول أن نجد توازنا في الماضي كانت تايلنديون يشكلون 30% من الزوار في مقابل 70% للأجانب نحاول أن نجد توازنا لتصبح النسبة في المستقبل القريب 50% في مقابل 50% ويتدبر السكان أمورهم بأنفسهم فيما السياح غير مستعدين للعودة عم قريب وسط تنامي المخاوف من اقتراب موسم الظروة بقيت أبوابنا مفتوحة لأن صاحب العمل يريد مساعدة الموظفين ومن خلال ذلك هم يحافزون على وظائفهم لا نكسب الكثير من المال لكنه يفضل مساعدة موظفيه وفضلت بعض الحانات عدم الإغلاق راهنا لمساعدة العاملين فيها على الصمود بدأت للتو هذا العمل لبدعة أشهر لأننا ننتظر تحسن الحال لكن ذلك لا يحصل لذا علي أن أقوم بعمل ما لأكسب قوتي وكانت السياحة تدر ثمانين في المائة من عائدات الجزيرة وتوفر فرص عمل لأكثر من ثلاثمائة ألف شخص ليعود على مر الأشهر الأخيرة عشرات الآلاف من العاطلين عن العمل إلى مسقط رأسهم ترجمة نانسي قنقر